أقرى البرلمان العربية والقانون عربي استرشادية في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبرانية في الدول العربية نعم ويهدف المشروع إلى دعم الجهود العربية في وضع إطار قانوني شامل لمواجهة الجرائم السيبرانية وتعزيز حماية الأنظمة التقنية ومكوناتها من أي أعمال غير مشروعة وتم ذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان العربي لدور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث حيث أقرى البرلمان العربي في هذه الجلسة مشروع القانون الذي بدأ كمقترح مقدم من السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ثم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي لأعداد المسودة الأولى لمشروع القانون والتي أرسلت إلى البرلمانات والمجالس العربية لتلقي ملاحظاتها بشأن المشروع وصولا إلى صياغته في شكله النهائي بعد تضمين ملاحظات ومرئيات برلمانات الدول العربية